مشروع موازنة 2020 يحتاج إلى التعديل قبل عرضه على المصادقة في البرلمان بحسب مراقبين والإسراء في تشكيل الحكومة ضروري لتفادي مطبات الاحتقان الاجتماعي وللبحث عن سبل أخرى لإيجاد موارد بعيدا عن إكرهات الدين الخارجي ولاتخاذ إجراءات عاجلة تحد من التوريد العشوائي وتفاقم عجز الميزان التجاري ما ثماش قوة قائدة كبيرة جدا التي تنجم تقود المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة بسرعة ثم الصعوبات موجودة إلى حد الآن نأمل أن جميع الفرقاء وجميع الأتلافات تتفاهم مع بعضها لتسرع بتشكيل هذه الحكومة التشاتت الذي أفرزته الانتخابات البرلمانية لا يمنح النهضة المتصدرة للمشهد أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة مهمة ازدادت تعقيدا بعد أن استبعدت فيها النهضة التحالفة مع حزبي قلب تونس والدستوري الحر لتبقى الاتصالات تراوح مكانها في ذل تعنت حركة الشعب وقبول مشروط للطيار الديمقراطي نحن ندعو من اليوم إلى اعتماد خطاب قيس سعيد كوثيقة سياسية لتشكيل الحكومة ونحن نعرف أن رغم الشرعية الدستورية لحركة النهضة من الناحية الأعدادية الصرفة حركة النهضة لا تستطيع أن تشكل الحكومة اليوم فهم حق دستوري ما نجموش نمنع حق النهضة ما نتمارس حق الدستوري وتشكل حكومة وعندها أجيل دستورية وهو شهر وتمديده بشهر ثاني نحن جبنا 14 مقعد 14 مقعد لا يؤهلوننا للحكومة حطنا الناس نعملوا صوت مجموعة من الناخبين جزء من الشعب ذاك البرلمان سنحترموا ذلك لم تلغي موازنة 2020 الاقتطاع الإضافية من أجور العاملين لدعم الصناديق الاجتماعية التي تعاني من شبه إفلاس الذي تعهدت الحكومة بأن يكون لسنة واحدة كما أعلنت عجزا في النفقات بلغ أكثر من 11 مليار دينار على الحكومة المقبلة أن تعمل على تمويله باقتراض خارجي الأحزاب منهمكة في جدل مداره من يحكم مع من وبأي شروط والحال أنه من الأولى أن ينصرف الجدل إلى استباق الأزمات والبحث عن برنامج إنقاذ وطني يضع حدا لتفاقم المديونية وانزلاق الدينار وعجز الميزان التجاري ويواسس لعودة الثقة إلى الإنتاج الوطني أيما تشترى تونس الميادين